في إقرار صريح بالنفوذ الإيراني في عواصم عربية عديدة قال المرشد الإيراني خامني إن الدور الإيراني في العراق وسوريا ولبنان أسهم في إفشار المشروع الأمريكي لضرب إيران وهو ما يعد اعترافا رسميا من أعلى منصب في الدولة بالوجود العسكري في العواصم العربية كلام خامني يتجاوز الاعتراف بالوجود العسكري في دول العربية إلى التأكيد أن مخطط طهران هو نقل الصراع الإيراني والمواجهة مع الولايات المتحدة إلى دول عربية استنزفت ثرواتها ومقدراتها في خدمة المشروع الإيراني إيران التي تدعي أنها تمثل نصيرا للمظلومين بوجه الهيمنة الغربية هي نفسها التي تؤجج الصراعات المذهبية والأزمات السياسية في الدول العربية مستغلة صراع الوهمية مع أمريكا وترعى مشروعا تخريبيا يتفق كثيرا مع المشروع الغربي الهادف إلى إضعاف الدول العربية ونشر الفوضى في المنطقة أبرع إيران في المنطقة المتمثلة بالميليشيات الطائفية شعرت بالقلق على مستقبلها فخرجت تهدد هي الأخرى بلغة تتشابه مع لغة خامني إذ أكد زعيم ميليشيا بدر هادي العامري في أثناء اجتماع لميليشيا الحجد ضرورة الاستمرار في المعركة التي يخوضونها نيابة عن إيران وعلى حساب شعوبهم وأوطانهم وأن نستمر بهذا الطريق وأن نجيم طريق الجهاد والتضحي الذي بدأوه من اليوم الأول وإلى هذا اليوم طريق الشهدين السعيدين العزيزين أبو مهدي المهندس والحاد سليماني لا زال مفتوحا وتدرك العديد من الأوساط السياسية العربية مدى خطورة المشروع الإيراني على غرار ما تحدث به النائب اللبناني السابق فارس سعيد الذي طالب المعارضة بمواجهة الاحتلال الإيراني في لبنان عقب تصريحات خامني في إشارة إلى ميليشيا حزب الله وتخادمها مع طهران تريد إيران أن تستعيد أمجادها الاستعمارية التي بنتها على جثة الشعوب العربية وأشلائها حينما تتوجه لأعدائها ولحلفائها لتقول إن قوتها لا تنحصر داخل حدودها فحسب وإنما تمتد لعواصم أخرى كأنها امبراطورية مثل الامبراطورية العظمى اشتركوا في القناة